طيب هو عشان بس الناس تبقى معانا في الصورة النهاردة القرع اللي اتعاملت في اللينتو شايفين لقطات منها قالت كاس العالم للأندية بطل أفريقيا اللي هو النادي الآلي هيلاعب منتيري المكسيكي يوم كام؟ يوم 6 فبراير اللي يكسب بإذن الله يلاعب بالمراس بطل أمريكا اللاتينية البرازيلي يوم 9 فبراير بعدها بتلت أيام المشكلة فين؟ المشكلة أنك أنت عندك كاس الأمم الأفريقية تنتهي يوم 6 فبراير في الكاميرون يعني بإذن الله مشاركة منتخب مصر وتأهل المبرأة النهية يحط الأمور في هذا المأذق أو حتى مشاركته في الأدوار قبل النهائي أنت في النهاية بتقود خلال هذه الفترة الأدوار الإقصائية المهمة في كاس الأمم الأفريقية فالتضارب والتعارض واضح جدا في مواعيد البطولة مع كاس الأمم الأفريقية دي بينظمها للتحاد الدولي ودي بينظمها للتحاد الأفريقي مخصمين بعض ولا؟ وإمتى؟ مخصمين بعض في جمع الأهلي؟ لا مش عارفين يعني ما بيكلموش بعض محدش عارف التاني بيعمل إيه؟ ومتسبي نائب رئيس التحاد الدولي يعني رئيس التحاد الأفريقي نائب رئيس التحاد الدولي وبعدين استعداء يعني حتى مميشي يبدو يبدو أنه عارف حاجة في الخفاية تخص كاس الأمم كاس الأمم نفسها هو كاس الأمم مهددة شوية لأن الكاميرون ما هيش جاهزة بالقدر الكافي وفيه البطولة مهددة بالنقل يعني حصلت تسريبات كتيرة على هذا الاتجاه لكن حتى الآن إحنا بنتكلم على هذا التعارض البين اللي حتى الآن يمكن الأهلي منه يستعد يعني أنت الآن يستعد أستاذ إبراهيم افرد بقى هنروح لأبعد مجالات الخيال العلمي أن النادي الأهلي سيحرب من حوالي 12 لعب فيوافق هل القائمة بتاعته تتحمل ولا هيعدلوها يعني هو أنت ما بيحدش بيحسب حاجة يعني ما حدش بيحسب هذه المشاكل أو يجوز هناك في الخفاء زي ما بيقولك كواليس معروف أن مش هيحصل بإذن الله تعارض في الناية بين المعادين لأن ده شيء يجاه في المنطق يعني أنت البطولة هتفتتح كاس الأعلم لأن دي بدأ لما نقوله البطولة لازم نقول أنه بطولة لأنه بقى عندنا بطولتين في توقيت واحد في علم حاجة تضحك كاس العالم للأندية هتفتتح 3 فبراير في نفس يوم ختم كاس الأمم أو ده 6 كمان كاس الأمم يختتم 6 الافتتاح لكاس العالم هيبقى 3 فبراير هيلعب الجزيرة الإماراتي بوصفه بطل الدورة المنظمة مع أوكلاند سيتن نيوزلندي ده في الدور التمهيدي يتخش يتخرج هيلتقل فايز من الاتنين مع الهلال السعودي بطل آسيا وفي نفس الدور هيلعب الأهلي مع مونتيري الجزيرة الإماراتي موسط البلد المضيف لو تخطأ أوكلاند سيتي عندك تشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي والمونتيري والهلال السعودي وبالمراسي إذن الفايز من الهلال السعودي في الدور الربع النهائي حيشارك أو حيقابل الهلال السعودي يعني الهلال السعودي عليه أنه ينتظر الفايز من الجزيرة الإماراتي أو أوكلاند سيتي اللي حيدخل منهم البطولة هيلعب الهلال السعودي اللي حيكسب هيلعب تشيلسي بطل أوروبا في السيمفاينل منتير المكسيكي منافس الاهلي في هذا الدور في البطولة تأسس في 28 يونيو 1945 قبل نهاية الحرب العالمية بأيام قليلة جدا الثانية القيمة التسويقية لهذا النادي المكسيكي 18.4 مليون يورو عنده عشر ألقاب خمسة في دوري أبطال الكونكاكاف وثلاثة ألقاب الدوري المكسيكي ولقبين في كأس المكسيك بيلعب تحت قيادة خفير أجري المدير السابق لمنتخب مصر واللي قاده بين أغسطس 2018 و2019 يعني مدربه الحالي خفير أجري عارف كل حاجة عننا عارف كل شيء صعوبة مضعفة لكن أنا بحب المتشاط الصعبة أستاذ إبراهيم المتشاط الصعبة بتشدك إلى مستوه فبإذن الله نقدم مباراة طيبة وخلي بالك الناس كتير عمالك تقولك أنت قابلته في 2013 في المغرب وكان يعني نتيجة يعني مزعجة جداً لكن 2013 يا جماعة دي نسخة أسوأ نسخة للنادي الآلي في مشاركته في مشاركته في البطولة الكاسة العالمة لأنها أولاً ما كانش فيه دوري وقتها مجرد تأهلنا لهذه البطولة كان معجزة في حد ذاته يعني كنا بنلعب بدون دوري بدون نشاط محلي فمنطقي جداً لما تروح في هذا المحفل لعبتك بدنياً ما تكونش جاهزة وده كان واضح جداً جداً في ماتشي جوانزو الصيني يعني كان ناس بتجري وناس يعني مش عارفة تلاحقها خسرنا 2-0 وبعد كده لعبنا منتيري وخسرنا هذه الخصارة الكبيرة من منتيري لكن المرة دي الأمر يختلف الظروف غير الظروف سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة لهم هم كمان فريق المكسيك هي كرة متقدمة أمريكا اللاتينية يعني ومعهم مدرب تقيل وإحنا كمان لازم نسق في نفسنا وزي ما احنا شايلين همهم لما تشوفوا التصريحات اللي صدرت مني مبارح وينه النهاردة على لسان بعض النجوم الكبار ليهم علاقة بهذا الفريق لا يحترموا الأهلي جداً وشافيه الأهلي ده لا فريق يعني أكثر من ندي زي ما المهندس عادل أشار منتيري لعب الآلي في كاس العلماندي أبل كده مرتين في 2012 كانت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع منتيري فاز 2-0 في 18 ديسمبر 2013 كانت المواجهة الثانية في المغرب 2-1 والا 2-0 في المغرب 18 ديسمبر 2013 فاز منتيري 5-1 وسجل هدف الآلي عماد متعب لكن كانت مشاركة الأهلي في هذه البطولة النشاط المحلي واقف ويدوب بيشارك بس في أفريقيا فكان فيه مستوى أقل بكتير من اللي هو معتاد لله لا واحد يقولك منتا كنت في 2012 برضو مفيش نشاط بس التالي وقت فيه تعتبر تالت سنة مفيش نشاط 11 و 12 و 13 لا الزرور مختلفة طبعا وإحنا كنا مع بعض وشايفين لكن هي علشان الأهلي يقدر يتمكن من نسخة قوية في هذه المرة محتاجك طبعا ياخد فترة كافية من التجهيز من الإعداد فكرة أن أنا عند تعارض بيّن مع كاس الأمم الأفريقية لأنه أسوأ الفروض هيقولك اللعيبة كلها تروح المنتخبات ونستنى لما نشوف المنتخب هيعمل إيه هو وظروفه وبقية المنتخبات اللي عندك لعيبة محترفين فيها لما نشوف هي وظروفه وتسيبها تحلها الأيام على أساس طيب بإذن الله تعالى منتخب مصري يكمل للنهاية هيحطك في مأزق كبير جدا في البطولة غير المشاركة وغير التعارض في المواعيد هي فين فترة التجهيز والتحضير والاستعداد اللعبة هتكون فين مع المنتخبات معك مين اللي حيدرب لعيبة الأهلي مسمياني في البطولة ولا كارلوس كيروش في المنتخب لغاية ليلة المباراة المواعيد كلها متضربة ترجمة نانسي قنقر